موسيقى 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 السياق العام الاجتماعي والاقتصادي وعدنا المشاهدين أعرف رأيكم إذن بالنسبة لي هل ترون أنتم ممن يرى أن الرئيس الحالي بما أنجز يستحق أن تكون لديهم أمور ورابعة وخامسة وبالتالي بلغي هذه المواد ونفتح دستور ويبقى الرئيس ما شاء الله له أن يبقى يستحق كل المأموريات رابعة وخامسة وسادسة وسابعة ولكن سوى لنيانا عن الظرف الحالي الذي نحن موجودين فيه أنا حسب نظري إذارة هذه القضايا في هذا السياق اليوم وفي ظل التحديات التي تعاني منها تعاني منها الدولة الموريتانية أو تواجهة الدولة الموريتانية لحد الأمن محفوظين بعدو يتربص بنا الدوار ومحفوظين ببعض التحديات في الداخل اللحمة الوطنية والتجانس كيف نطرح هذه المسائل وسياسيين يتوفوا فيها ونحن البعض منا طالب الانفصال يا أخي هذا هو الانتي كونسيسيوني هذا متعارض ضد الدستور هذه التحديات حسب ويش نظري أولى من أن نتحدي بعد قاعب المؤموريات ورئيس موريتاني في الفترة الحالية والفترة المقبلة لا أعطيك مواصفات لا بغير تقول عنه والعبد العزيز رئيس قوي لا يحمل الهم الأساسي والتحدي الأساسي هو تحدي الأمن رأينا تحدي الأمن قدرته قدام التنمية والتحدي الثاني العدالة التوزيعية والتحدي الثالث تحدي التنمية الرئيس لا يحقق هذه التحديات حسب ويش نظري الشكل السياسي ويقال عن موريتاني ديمقراطي لأن هذه كلها أنت تعرف المسار الذي فرضت بيد ديمقراطي على دول العالم الثالثة والدول التي لديها سيادة حقيقية لا تحدى الشكل السياسي لا تناسب مع واقعها إذن بخلاصة لا ترون أن تعديل الدستور الآن أولوية الآن بالنسبة لموريتاني أنا بالنسبة لموريتاني مسألة مغلوطة من جهتين من جهة أن من يتلاولها نتبع بعد المسائل الأساسية موريتاني تحدي التنمية تحدي الماء الشروب تحدي الغذاء تحدي الأمن المحفوفين بالإرهاب محفوفين بأسر من تحديات تحدي الوحدة الوطنية أن هذه التحديات سابق هذه الاعتبارات السياسية الشكلية التي يتعارك عليها سواء أغلبية سواء المعارضة تحدي الغذاء من جوع والتأمين من الخوف والأولوية قبلها هذه التحديات الأساسية بالترتيب الأمن والتماسك الداخلي للنسيج الاجتماعي والعدالة التوزيعية والتحدي الثالث هو تحدي التنمية أنا حسب بوش نظري كل هذه التحديات وكل الأولويات للدول تتحدد من السياق واللحظة والتحدي الأساسي بالنسبة لي بكل بساطة لا نعود عندنا غرفتين لا نتبارك نتفق على شكل حياة السياسية نقاع ماء حصنا ما يموابق أننا فلذلك نعمل على تطوير هذه البنية الاقتصادية من أننا رفعوا هذه البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية للدولة والمجتمع هذه الدورة تفرز لنا بالتدريج شكل سياسي يعود أكثر تلاوهم مع واقعنا الحضارة إذا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة نبدأ لكم الشكر لكتور البكاية على مشاركتكم معنا والشكر للطاقم الذي أشرفه على إنجاز الحلقة ولكم مشاهدين الكرام جزيل الشكر وإلى حلقة القادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته